مساء الخير عليكم أهلا بيكم إن شاء الله النهاردة هتنورونا في برنامج الميراية الحلقة الثالثة بإذن الله إن شاء الله هنكون حلقتنا نهاردة عن استقاف الحب طبعا دي موضوع مهم جدا بيهم البنات كل البنات والشباب عشان كده أنا هستنى مكالماتكم وستفسراتكم على الأرقام اللي ظهروا على الشاشة أو على صفحة البرنامج بس هرد عليها بكرة إن شاء الله بإذن الله بالنسبة لللي في الصفحة لكن بالنسبة للأرقام ستحبوا التواصلوا معنا إن شاء الله اتنورونا وأي حد عايز يستفسر عن أي حاجة أهلا وسهلا بي وإن شاء الله برضو بفكركم إن في آخر الحلقة هيكون فيه سؤال كل حلقة هيكون فيه سؤال في آخر الحلقة والجوائز هتكون عبارة عن عدويات ودورات واستشارات وشهادات تقديرية وإن شاء الله أول حاجة إحنا نهاردة عايزين نرحب بالأستاذ الجهان حسين استشاري نفسي وأسري أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحقيقة زي حضرتك إحنا عطلت عامينك معنا بس إحنا لقينا المواضيع كلها أهم من بعض كلها مهمة كلها مهمة عشان هي في الحياة عشان هي في الحياة فإحنا إن شاء الله النهاردة بس عايزين نتكلم عن موضوع الثقة في الحب يعني عايز أفهم الأول يعني إيه حب طيب هو أول حاجة الحب ده لو جيت اتكلمتي فيه من أول البشرية هتلاقي إن كل واحد قال إن الحب بمعنى ومفهوم تاني خالص يعني في حد مثلا كريم قالك الحب عطاء في حد بخيل قالك لا مش لازم عطاء مش مهمة ممكن بأغذب حسب وجيت ناظر هو آه لأنه اللي أريد أن أقوله يعني إنه هو الحب لما سبحان الله يعني تقري فيه هتلاقي أقول ما لهاش نهاية وفيه كتير جدا ممكن تتفقي معاها رغم اختلافها لأنها تحس كلها حاجات بتعبرها عن الحب والمشاعر وكل الكلام ده فهتلاقي إن هي اختلفت من كل واحد حسب منظوره وحسب احتياجه وحسب آه هو عايز إيه بالزبط من المحب يعني بس خليني الأول نتكلم في نقطة مهمة جدا أنا عندي حب فطري وحب مكتسب أي الحب الفطري هو أول حاجة حب الله سبحانه وتعالى عشان بس إيه لازم نرجع الحاجة لأصولها أي إحنا لو حبنا ربنا هنعرف نحب الناس صح صحيح والله العظيم يعني مفيش حاجة اسمها يعني أحب كده وخلاص حتى المشاعر دي ربنا هو اللي إيه قذفها في قلبي فلابد أن أنا أعرف أول محد صحيح أول خالق الخالق صحيح فأنا النهاردة لما باجي أقول أن أنا في الفطرة السليمة أي مفروض أن أنا بحب ربنا بحب ربنا هتلاقي الناس ممكن تبقى عاصية وممكن تبقى كافرة وتقولك إيه بحب ربنا وتقول يا رب في الأخ وبتقول يا رب في الأخ وبكافر بيقول يا رب شكرا الله الملحد بتلاقي بيرجع لربنا في أوقات كتير جدا بيحس إيه ده ويكون في إله ولا إيه بيتجيلوا لحظة كده لازم يقول لنفسه لأن ده الفطرة السليمة وده طبيعي وده المرجع يعني فأنا عندي حب الله سبحانه وتعالى رقم واحد وبعديها بقى يا ليه لما الإنسان يكون قلبه حلو كده ومظبوط لابد يكون حب الأنبياء كلهم بالإجماع ما ينفعش تنتقضي نبيه ما ينفعش تقولي لا ما بحبهش قوي كلهم رسول الله لازم يكون فيه تأدب مع الله وتأدب مع الأنبياء يا ليهم بعد كده حب الصالحين التابعين وتابعي التابعين طبعا الخلفاء الرشيدين والتابعين وتابعي التابعين وحب الصالحين يعني حتى لو أنا يعني مش صالحة على الأقل أنا ليه عايز أركز على الحتة دي شوية لأن الناس ما بيجتش حتى تحب الصالحين دي بقت مشكلة لا مشكلة طبعا يعني حب الصلاحين الزماني الواحد كان مش يعني مش رائع قوي بس فيه ناس ممكن بتزود شوية في التقرب فبيعتبروه حرام يعني بالنسبة للتقرب للصلاحين بيعتبروهم كشددين أيوة بيعتبروهم كده لكن أنا أحبوهم لأنهم يعني بيعبدوا ربنا وأنهم كويسين أنهم نضاف يعني مفروض أن أنا من حتة دي أبقى بحبهم ما هو ده المفروض زي ما حضرت قلت عشان إحنا كنا الأول حتى لما بنبقى غلطانين كنا بنقول إحنا غلط بس الناس دي حلوة يعني كنا الأول بنقول كده تلوقتي اللي ناس بقيت تعمل الغلط أنا النهاردة يعني ممكن أن فعل شوية بسبب السوشيال ميديا والي الواحد بيشوفه بصراحة ببقى مسكة نفسي على الفيس كتير جدا نعلق على حاجات كتير تصير الغضب من المهازل اللي بنشوفها يعني لأنه حتى الأول كان الواحد بيغلط حاسس أنه غلط حاسس أنه مقصر حاسس أنه وحش والناس دي كويسة مثلا لكن درقتي بقينا نتريق عليهم ونعمل حاجات كتير طيب بعد كده بننتقل بقى للحب الفطري الدنياوي بقى اللي هو فوق حب الأم بقى وحب الأب وحب الأخوات والأرحام والعيلم الحاجات دي المفروض تكون فطرية وتكون في النفوس الرضية ونرجع للمراية واصل المراية لما قلنا الرضا وقلنا النفوس تبقى حلوة تبقى صفية إلا من قتى الله بقلب سليم نحن هنتكلم عن الحب يعني قلب يعني كل القصة قلب صحيح والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد لمضغة مضغة شوفي أصغر حاجة أصغر حاجة لكن إيه لو صلحت صلحت الجسد كله يعني إحنا قلبنا كده لو بقى ناقي وطاهر ومحب للكون ومحب لله سبحانه وتعالى حب صحيح وحب الصالحين بشكل صحيح حب الأرحام والأب والأم ما كانش والله حصلت المشاحنات اللي في الدنيا ولا أب رمى أولاده ولا أم قتلت مش عارفة مين يعني المهازر اللي بتحصل دي كلها أنا بس رح ساعات أقول ده وإزاي يعني حتى لو واحد قتل واحد إزاي بقت واحد تقتل ولادها أو واحد يقتل أمه أو يعني إيه اللي بيحصل ده إيه اللي إحنا وصلنا فيه ده يعني فين حتى الحب الفطري ما بقاش موجود حاجة صحية غريبة سبحان الله اللي هي الطبيعية يعني يعني هما هدوا حتى الأمثال الطبيعية اللي هي اللي قالوها الناس البسطاء زمان صحيح فمعليش ما تزعيش مني الجيل ده كله بهذه الصورة هيحب بجد إزاي يعني واحدة هتحب واحد ده بس علا يعني هما طبعا كل الناس اللي بتسمع دلقتي أكيد سمعوا عشان عشان الحب الرجل وسط أنا كنت هقولك رجل وسط أيوا هي حب الرجل وسط طب الناس ده هتحب إزاي قصدك إن هما مش مهيئين للحب أساسا يعني زي فقط قصدك تقول يعني فقط الشيء اللي يعطي يعني لا ومش بس كده الحب أنا شايفة دلوقتي بقى مجرد إجباع رغبات وليس حب مش ده المعنى خالص للحب خالص خالص يعني ما بقاش في حاجة اسمها حب حتى لدرجة إن لو حد عايز يحب بيقولك أنا مش هحب أنا همسك نفسي كده علشان يعني لأنه شايفين مهازل شايفين مهازل دلوقتي الخيانات الزوجية فين الحب فين الاحترام فين الأخلاق الأمهات اللي سايب أولادها معلش على التيك توك وعلى دا وعلى دا وعلى دا أنا أسفى يعني فين أي أم يعني الولد لما بيجي يعني يختار الزوجة فعلا بيخاف طبعا والبنت برضو بتخاف البنت برضو بتخاف لأن في أزواج كتير برضو خائنين يعني احنا مش هقدر نقول لأ والمصيبة الأكبر بقى بقيت البنت المحترمة والشاب المحترم يظن إنه لو لقى بنت محترمة يحس إنه مش هيبقى سعيد معاها لأنه مش هيف فسوق وفجور على الفيس يبقى متخيله إن دي مؤدبة مش ممكن تتجنس معاها كده وتبسطه وهي متخيلة إنه هو مش هيغزيلها ولا يقول لها كلام حلو لأنه شكله مؤدب قوي يعني بقيت البنت يعني الأدب بقى عيب دلوقتي مش عيب بقى فيه مخاوف منه بقى مشكلة آه مشكلة حسينه إنه هو طب ده معقولة هيعرف يقول لك كلمة حلوة لأنه شايفين طب نعمل إيه؟ يعني الحل إيه؟ طيب نبدأ بقى من قصة كده من أولها أنا أخاطب من هنا أولا أولياء الأمور طبعا يعني إيه سحول ولادكو شوالي أنا بصراحة يعني أنا مزهولة أنا بشوف بنات وعلى الفيس ومهازل بقول فين الأب والأم أنا مش متخيلة وهي بتصور إن أبوها وإمها قاعدين مثلا جنبها وعارفين بلاش حتى لو قاعدين بره بس مع صفحتها المفروض متشافة وإلا إذا كانت عاملة صفحة بقى فيك كده من وراهم يبقى أنتوا برضو فين دوركم إنه مش عارفين ولادكو أنا بتعلم ده في التربية برضو يا أستاذي يعني ياهو اللي هو في الأول كانت ربه صحة وعلى أساس صحة ما ده شيء طبيعي خلاص أنا بربي ولادي واسفهم مش همشي وراهم رائبهم أفجر لي الكلمة كده بس يعني ولنا بكلم بس ممكن الأمهات تقلب علي بس أنت معلش ما يزعلوش بقى يستهل لا كله بيحبي كله بيحديش اللي ولادهم كده وعارفين أنا ما باتهمش حد مش عارف لأن اللي مش عارف له يعني برضو أنا بحمله الجزء من الزمن لأنه برضو الأساس ما تحشف لكن ما قدرش اتهمه اتهام اللي هو اتهام العارف يعني اللي عارفة أن بنتها بتعمل كده وسكتة ده أمرها مختلف تيقصتها تاني بس اللي حقيقة أنا شايفة أن الأم اللي عارفة وسايبة أولادها أو بنتها تعمل حاجة وحشة على الفيس الحقيقة يعني أنا شايفة أن هي كانت نفسها تبقى وحشة وهو كان نفر وممكن يكون أم عارفة وسكتة أنا شفت ده أنا شفت ده لأنه أبسط مثال ما جات لي بعض الاستشارات ولقي بنتي بتكلمني أنا أقول لك عينة صغيرة عينة صغيرة وقد تكون دي أنضفها يعني مش هقول لك كمان اللي أبشع من كده لما تجي لي مثلا بنت وعايز واحد يتجوزها فبتقول لي فهو عايز يشوفني فنتفق نتقابل برة طب ليه برة يا بنتي ما هو عايز يتجوزك ما يخش البيت ما تخل البيتة من أبوها بيها فتقول لي لأ معشان بس ما تبقاش في إحراج عشان لو ما حصلش كبول يبقى من برة برة طيب ماشي يعني أنت عايز تقالي على إيه بتبقى ده سؤالها بقى لأ أصدقنا وماما هنروح نقابله لوحدنا وبابا ده سوري يعني سميه بقى أنت حطي الاسم اللي أنت عايزة يعني إيه بابا مش عايز يعني إيه ماما معاكي يعني كمان ماما معاكي هو مقابل ابنية الزواج يعني ماما زواج إيه والراجل ده فين جماعة فين فين عمود البيت عمود البيت أكيد عارف وهي لا 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 مش بيقولوله مش بيقولوله ليه بقى عشان لما يدخل يعني لما يحصل قبول يدخل بقى رسمي قدام الأرض لا مش بيقولوله لأ دي غلط وهو لو قلوله يعني هو كمان هيبقى يعني اللي عارف ماشي ولو عارف أني يعني لو في زواجه نيت زواجه فيش الكلام فارغ ده فيش الكلام فارغ بك مش هتكون أمه موجودة يا جماعة مفيش الكلام فارغ ده يا جماعة مفيش إحنا إحنا هديني الثوابت إحنا هديني الثوابت يعني في راجل 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 في راجل صحي كده هيقول بنتي تقابل ليه يوم راتي واحد تاني خلينا نقول الصحي ادخل البيوتة من أبوها بيها طبعا الصحي أن الكلام ده يبقى في البيت بمعرفة الأب وبوجوده وبوجوده طبعا أو بوجود ما حارب لو الأب مصافر أو الخال أي حد لازم الأصول طبعا لما تبقى دي الأم تفتكر البنت عادي مش هتبقى مصاحبة وبتعمل نفسها فيها يا ساي بقى بتروح معايها أنا عاكتر حاج جننتني البنت كتبتعمل ده من وراء الأم طيب هو ده حب بقى ولا ده إيه فين الحب لحد دلوقتي لأ ما فيش حب طبعا فيش حاجة خالص ولو معهوش فلوس ما يبقى الحب انتهت تترك الجوازة هتتتكانسل تتكانسل اللوي مشاعر راحس فين والحب راح فين صحيح صحيح نسأل الله لاحف والعافية وربنا يحفظ بنات المسلمين الموضوع كله خد يعني خرج عن إطار النورمال يعني طيب نفترض ده أن مثلا فيه بنت أو فيه شاب شعر بالحب اتجاهها بنتي يعني شعر بالحب اتجاهها والبنت دي ما كانتش مناسبة ليه إيه التصرف بقى يعني يفرمل مشاعره ولا يعمل إيه يكون الحل إيه من وجهة نظر حدثة تقصودي إيه يعني أنا مثلا دوقتي أعجبت بشاب وشاب ده مش مناسب ليه أو بدأت أحس أن أنا هحبه طبعا أنا كبيرة أنا بقى بديكي مثلا يعني إزاي أنا يعني إزاي يعني أنا أوقف الموضوع ده إزاي تحكم في المشاعر إزاي يعني يعني نفاهم البنات نفاهم الولاد إن أنا مثلا لو لقيت نفسي دخلة في علاقة ممكن على المادة الدينية أو مش مناسبة يكون فيه زي فرمالة كده أفرمل نفسي إزاي طيب خلينا نقول نقطة مهمة التانية هنرجع نكمل بس جزئية صغيرة هي في نفس الإطار لو أنا مجرد البنات اللي هي يعني لش يعني مالية الفيس وهدفها تصاحب وتتكلم وبقيت جريئة يعني بقيت جريئة جرأة يعني هم بقوا يعكسوا الرجالة والرجالة بقوا يمؤدبين دلوقتي بقين نشوف البنات الشباب دلوقتي هم اللي بينتقدوا البنات يعني فالبنت دي أنا بقى من غير ما حد بقى يزعلي دي مش بتدور على الحب أساسا دي بتدور على إشباع رغبات وشهوات فقط فأنا برضو مش عارفة إزاي البنات جابت الجرأة دي الحقيقة يعني دي بنات مش يعني ومع ذلك هنقول لها أنتي خلينا نرجع للمراية وأستأذنها وأخاطب كل بنت لسه فيها زرة خير زرة خير بجد والله بعد إذنك يعيطي ونهاري ابكي في حضن أمك ابكي قدام برايتك بلاش يا ستي مش مكسوفة أو شخصيتك ما تدورش وجهة حد بالجواكي اسجودي لله سبحانه وتعالى حتى لو أنت ما غرقانة في المعاقص كده ويعني غرقانة فعلا فيها كليتا ادخلي كده اتودي وصلي ركعتين لله أفضلي سجد ابكي بالدموع وطلبي من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك الهداية وقوله يا ربنا نفسي تجوز عايزة راجل وسيم لا استني بس أنا مش عايزة أقوله صالح دلوقتي هي مش صالحة احنا لسه مش بنكلم الصلاح خالص دلوقتي لا هي مش مصطلحة عايزة حد يفهم هزي ما حيك بتعمل ما أنا بقوله يعني بناتنا والله انت مفتونة انت مفتونة مفتونة بالشاب الوسيم ومفتونة بالإنبهارات والماركات والتمثيل والناس بقت ملامحة حتى تمثيل والله يعني يعني الناس حتى العوجة وكل شكل واخد طريقة الكلام وطريقة الكلام واحدة حاجة بقت صعبة وقطم الحروف يعني بصراحة بقيت حاجة يعني ربنا خلقنا مختلفين طيب فاحنا هنقول لها لا هي هنقولك ببساطة جديدة جدا انت مفتونة هنفترض ان انت يعني انا عزفة في الكلام يعني انت عندك رغبات مكبوطة زي بيقولوا نفسك في الزواج عايزة تتجاوزي واحد عشان فلوس عايزة تتجاوزي واحد عشان اي حاجة ستة انا مش هقولك اي سبب هنقولك عيش بالحلال بس ارجوكي صحيح ارجوكي يعني ارجوكي عيشي بالحلال اسجودي كده معياتي مع الخالق القادر القدير القادر على كل شيء اني كمان وابكي وقال له عايزة كزا يا رب رزقني بالزوج وسيل شيك غاني خليكي بتفاهتك كده اطلبي من ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الكون وخالق الاجيال دي وعالم بالنفوس فخضيه باللي نفسك فيه قول له يا رب انا محتاجة واحد يفستحني ويبسطني لا هي ممكن تكون مش عارفة هنا لا ربنا عارف اللي نسبك لا مهربنا عالم اخليها عالم مش عارف عالم هو عالم بس احنا دايما ما عندناش الرضا تاني احنا مش كنا بنفتل في الحلقة دي فانا ممكن اكون عايزة حاجة بدور عايزة حاجة بس مش هي دي المناسبة لي وربنا سبحانه وتعالى لو بعطلي الحاجة دي عايط وانا عايزة حموت عشان دي صحيح لا انا بقول هو ده غالبا ده اللي بيحسب ده اللي بيحسب وده اللي بيضيعنا وده اللي بيخلي النتائج سيئة وده اللي بيخلي العلاقات بتفسد وبيخلي حتى بعد الجواز بيتطلق حتى اوقات لما ربنا بيبعط لك المناسب بتعودي تفكري في اللي ما كانش في مناسب بتبوازي الجديد وده معظم الزباجات الجوازات ببوز من كده صحيح طيب فاحنا هنقول لها ببساطة جديدة جدا اول حاجة اوقف قدام مرايتك بمنتهى الصق كوني صريحة مع نفسك جدا قولي انا عايزة كذا حتى لو كذا ده وحش انا هنعالج واحنا اتفعنا ان انا هشوف الجانب اللي في المراية لو انا اتحكت على نفسي قلت لها ده انا عايزة بيصالي وانا اصلا مبركعهاش يعني مش هتيجي مني مش هتركب والراجل برضو تلاقيه بسوريا بيشرب مخدرات ويقولك انا عايزها لبسها النقاط بقى كمان معقول ليه يعني طب انت يعني عايزها كده ليه تظلمها ليه انت فاسق وبتطلب واحدة معلش صالحة ليه صحيح او العكس انت برضو فاسقة وبتطلبي عارفة ليه من كتر انعدام الثقة في الاجيال هم بيدوروا على الصالح عشان هواهم عشان مزاجهم لكنها مش هبقى صالح يا حامل الله ايوان انا هعمل لنا نفسي فيه بس انا عايز واحدة تطمن وانا رميها كده في البيت اطمن في البيت اه لا رميها هي رميها وانا عامل برر نفسي فيه هي كما انا عايزها صالح عشان يتقي الله فيها ويرب العيال ويديها الفلوس ويعمل لها كل حاجة ويرايا ربنا فيه يبقى زي النبي محمد وهي تبقى زيه ايه هم وديك بقى ما تبقاش زي عائش لا طب لا يعني خلينا منصفين فيه احنا بنتمنى ده رقم واحد ايه لو بما صارحتيش نفسك وكنت واضحة معاها قلت ايه انا عايزة كذا انا ليه بعمل كده انا غرض ايه من الفيديو بتاع التيك توك بعمله ليه ليه يعني انا عايز هو نفسي حد ييجي يقول لي ليه التفسيره ايه صحيح ليه يعني انت بتبقي حاسة بايه وانت طلع بتعملي ده يعني انت بتبقي يعني انا ليه هدف انا النهاردة جايه على الحلقة ليه هدف اكيد كل واحد بيعامل حاجة له هدف منها عايز عرف هدفهم طيب انما الاعمال وبالنيات ده حد اول حديث في الاربعون النووي انما الاعمال وبالنيات وانما لكل مرئ ما نووي صحيح طيب النية دي هي من فضلكم باختصار إجابة ليه يعرفي بتعملي كده ليه ليه هي دي نية خطي نية بس قولي دي بتعملي كده ليه لو عندك نية حسنة يمكن تشفع لك لو في نية حسنة الفسوق اللي فيك فسوق هيبقى له نية حسنة أنا بقول لك ما أنا استحالة ممكن يبقى اللي تواعي يعني ممكن تقول لأ يعني مثلا هل هي مش عايزة أقولها مش متربية بس هي ممكن تكون مش فهنة يعني ايه بقول مش متربين لا هي هي متدمرة نفسية اه ايوة في مشكلة يعني في مشكلة نفسية ده لازم يكون في مشكلة اه في تدمير نفسي ايوة وفي أسرة متفككة اه وفي أم مجهولة بحاجة وقاب مجهول بحاجة ويدب بحاجة قطر خيرهم بيجيبوا فلوس لعيال ومعرفوش عيالهم بيعملوا ايه طول النهار في منتهى الإهمال وفي منتهى عدم المراعى تصحيحا لكلمة مش متربية طبعا أكيد حبارك متقصدش الكلمة كده بس لا ومتقصدش اللفظ بقى هو اللفظ بيه انه هو عدم عدم رعاية عدم رعاية عدم رعاية وعدم مراقبة للاولي محدش وعايةهم فيش مراقبة مفيش مراقبة ومزرعتش مراقبة الله يعني لابد أزرع مراقبة ربنا علشان أعمل كنترول مفيش بقى معلش أنا كأم لو أنا معرفش مراقبة ربنا طب رأ بنتي بنتك ايوة صحيح انا بصراحة مش عارفة ايه بيحصل ده نخرج بقى من الجزء ده والروح تاني للحب تمام عشان نهدأ يعني هنهدد ليه لشيء عشان نهدأ الحب بين أصابع الرحمن فعلا طبعا القلوب بين أصابعي الرحمن تمام وطبعا الحديث كان بتكلم عن يا بيت الرجل المؤمن ويصبح كافرا ويا بيت كافرا ويصبح مؤمن وده بيحصل وإحنا بنشوف كتير في لحظة كان كافر وأعلن إسلام أو في لحظة كان مسلم وأعلن كفره بالإسلام أو أعلن إلحاده أو أي حاجة فده كله طب يعني هل ده معناه يعني عشان بس نقف عند الحتة دي هل ده معناه أنه خلاص بما أنه بيد ربنا خلاص محاها ربنا ما حاسبنيش بقى طب ليه يا حاسبني؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يظلمني؟ لا يمكن يظلمني طب ليه يا حاسبني؟ رغم أنه هي الأمر بيده لأنه هو سبحانه وتعالى يعلم حقيقة المضغة هو لما القلب تقلب هو تقلب يعني بحكمة مش يتقلب كده وخلاص يعني مش ربنا قرد فجأة كده أن أنت استغفرك ربي أتوب إليك وحاشا لله أن يكون كذلك ربنا مش فجأة كده عايز دخل فلان النار فقالك لا أنا خلاص هقلب قلبه لا 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 حاشا هو حاشا لله حاشا لله طبع حاشا لله الموضوع مش كده خالص الموضوع أنه هو يعلم ما في قلبك وفيما يبدو للناس يعني أنت شايفة جهن الناس الله العفوة وعفية ظاهرة وصالح أنت تظن فيها ذلك لما تيجده فجأة ربنا يعافينا يا رب أن هي فجأة ثابت الدين أو على عجبها أو عملت كذا أو عملت كذا على طول إيه ويتشكي في الله سبحانه وتعالى أنت تشكي فيه تعرف أن جهان كان فيها خلل طول ما هي كانت لابسة كده كانت مرافقة كانت مرائية يبقى أنا كان فيها خلل فربنا كشفني وفضحني في لحظة والعكس يعني ما كانش صادق ما كانش صادق وتيجي طب الفاسقة بقى لما تلاقيها في لحظة بقى اتصال كان فيه خربة عملوية كرها في سقها وكرها في جورها وكرها كل ده بس ضعيفة النفس ده تفسير جميل قوي آه بس هي نفسها ضعيفة فهي ربنا لأنه يعلم السر واخفة شوفي كلمة السر واخفة طب ايه اخفة من السر لا مش عارفة ما لا تعلمي حتى عن نفسك اللي انت مش عارفاه أنا السر أنا عارفاه مش هقولولك لكن الاخفة أني أنا معرفوش اللي أنا نفسي معرفوش اللي هو الإخلاص سبحان الله الإخلاص لأ بس تفسير حلو فعلا اللي هي ليه للناس علشان الخلل أنا عايزة أقوله علشان فيه ناس عندها خلل تقولك الله ما ده كانت فاسقة هي وماتت متصلحة وماتت مصلية وماتت حجة كان بواها مضغة طيبة ما هو الناس بقى ما بتقولش كده آآ آآ لأ تفسير لأ تفسير فعلا جميل كان مضغة جميلة وإحنا ما نعرفش بينها وبين نفسها كان بتبكي قد إيه علشان هي مش عايزة تبقى فاسقة لكن كانت ضعيفة ومتمثلة يعني سايبة نفسها مش إحنا كنا بنقول إن أنت مطالبة تهزيبي نفسك ما تخليش نفسك هي اللي تقودك أي هي كانت سايبة نفسها تقودها لكن مش رادي عارفة لم تيجي ده مش وراي كده بس مخنوقة آآ آآ ما شف ديلي بس أنت مش حاجبك كلام مثلا يعني مش عاجبني الطريق ده مش عاجبني الطريق بس مش قادرة تسيبيني آآ آآ مش غزبة عنها مش غزبة عنها هي بما بإرادتها لأنها هتتحاسم لكن أقصد أنت كأنك مثلا مثلا كأن مثلا يعني جهنتي بتديكي فلوس مثلا وانت مصدر رزق من شغلك مثلا مع جهنت فأنتي مش شافية وأنا بعمل حاجة غلط أنت مش عاجبك طريقي بس مش قادرة تقولي لا ألا حسنا من عنك الفلوس مثلا يعني هو أشبه بذلك بس هي ههمنا عنها هيهمنا عنها شهوتها ومتاع الحياة وجمالها وكل الرغبات فتلاقيها سايبة نفسها لكن جواها كارها فربنا أعلم لعلها بقى في لحظة قيام للمرة صلت استغفرت قالت له يا رب يا رب يا رب ارحمني برحمتك يا رب أنا ضعيفة وأنا بستقوى بيك فلقنا الصبح فربنا أعزن فربنا أعزن والعكس العكس نسأل الله لعافية لكل الكلام ده طيب إذا كان هذا في الإيمان والكفر فما بالك في العلاقات والحب والزواج عند الحب ونرجع تاني اتفدعك طيب نطلع فاصل ونرجع تاني للحب إن شاء الله اتفدل حد أهلا وسهلا بيكم مرة تانية ولسه بيكمل كلامنا عن الحب وكنت سألت حقيق يا أستاذة بالنسبة يعني لو أنا مثلا عايزة أفارم المشاعرين عشان البنات ياريت بس طلعونا كده صورة اللي هي رقم تلاتة تلاتة وفي ممكن رقم تلاتة يا جماعة إذا سمحتك تمام أنا عندي رقم تلاتة بنتقولك إيه هي علاقة المشاعر بالتفكير طب هو في علاقة هو أنا ينفع وأنا بحب أفكر أه ولا المفروض أننا دي أستاذة تمام إيه علاقة المشاعر بالتفكير هنلاقي على طول بالنسبة لنا الأساس بتاعنا المشاعر مهمة قوي للتفكير أنا عايزة أقولك نطلع برضو بالسورة رقم اتنين بقى ممكن سورة رقم اتنين نحن نجيبهم وراء بعد كده كده اتنين خلينا نقف عندها شوية بس طب نصيحتي بقى لكل البنات أه حط قلبك في عقلك وحط عقلك في قلبك بمعنى بمعنى أه البنات والولاد البنات والشباب أه طبعا كله بس الشباب يعني هنقوله حط قلبك في عقلك ونفس الكلام أه طيب حط قلبك في عقلك وحط عقلك في قلبك لأن في العقل إرادة وفي القلب ضمير أنا في قلبي في بنات كثير جدا هي ماشي بالقلب فقط القلب فقط هيضيعني هيضيعني ولقيتني ممكن أحب بالقلب طب أنا ممكن أحب ميت راجل وهي هو يحب ميت ست يعني مش طعبة صحيح هي مش طعبة ده هو يلاقي في دي حلوة ودي دماء خفيف ودي شيكو بنت ناس ودي مركزها عالي ودي حوارها جيد ودي صوتها جميل بتغني أيا كان دا أصلاحيك لازم العقل يسبقى القلب لازم ما سيبش نفسي لفكرة أني أحب وبس بقلبي والعاطفة وبس اللي سبب بسيط أنا في النهاية لو على الإعجاب أو على هيعجبني تكير مش هخلص لكن أنا لازم أختار المناسب المناسب طب أختاري إزاي ما أنا قلبي تحرك متجاه مثلاً حد هل هو دا الحب؟ يعني هل تحريك مشاهرة دي شخص؟ لا مش شرط هو دا إعجاب بسميه الناس البناد بتفتكروا حب لا هو إعجاب هو حتى لو حصل تجانس هو حتى لو حصل بين الإتنين استجابة لك ممكن تكون إعجاب متبادل عادي عادي ممكن مسافة أول واحد فيهم يطلع بس بصفة وحشة آه تتاني إكراف ساني يبقى دا ما كانش حب خالص لا دا كان تجابل دا نقطة معينة كمان وفي بقى ناس العكس بتستخدم العقل فقط مش ما بتحطش قلبها خالص تقولك لا أنا خافت فيتضحك علي فأنا خليني اختار واحد يجي لها مثلا عريس تقولك ماشي بما أنه مناسب مركز ووضعه كذا 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 أوكي أنا موافقة لكن ما فيش قلبي خالص يعني هي ممكن تكون أساسا يعني مش مش مرتاحة مش مرتاحة أو يعني شايفانه هو في حاجة مش فهماها والبنات كتير ما بتبقاش وهم الحتة دي يعني ممكن تقولك أنا مش عارفة وشكله حلو بس أنا مش عارفة فيها إيه يقولك أنا مش مرتاحة أنا بدايما بيمسيكه أنا مش مواكوية دي السلام مش مرتاحة فاتضطر توافق لأن العقل بيقول أن هو كاتوتل مناسب وكويس كاتوتل عريس دقطة زي بيقوله طيب أنا بقول لها دي ودي من فضلك حطي قلبك في عقلك وحطي عقلك في قلبك يعني لما يكون عقلك أنت شايفة من وراء راجل مناسب تماما ده مش معنى أنك لازم توافق عليه لأن قلبك لازم يحبه لازم يرتاح لازم يحبه ويحبه يعني إيه يحبه مش بمعنى الحب بقى والرومانسية يعني يرتاح له يحصل قبول والقبول أدنى اللي هو أدنى حاجة القبول أن أنا أحس أن قبل الشخصية روحها موفق روحي في بيننا تجانس وتوافق في الفكر والمستوى البيئي والمستوى الأسري والمستوى الاجتماعي يعني حاجة دي مهمة جدا طيب ده هيفرق معي آه هيفرق معي لأن من فضلك يا جماعة والله والله نصيحة الوجه اللي هتعلم عشان تعيشي زوجة صالحة صح وتعيش زوج صالح صح لازم تختاره وإنت رادي مية في المية مش 99 ونص وتبقى عارف في المراية عيوبه وعيوبك وما تتحكيش على نفسك وما تقوليش هايتغير لأ محدش بيتغير وما تقولش محدش بيتغير ماتقوليش هايتغير قولي هتجاء ناس مع العيب قولي أنا هبلع العيب مقابل المزايا لكن أنا هتعلم إحنا هنا في الكورسات بتاعتنا بنعمل كده اللي قالي لما تفهمي نموط الشخصية هتتعاملي معاه آه يعني النهارده وارد أي اتنين في الدنيا يختلفوا أنا وإنتي مثلا وارد يبقى فينا صفة مش متوافقة لكن أنا كاتوتل إي ناس عجباني بنسبة مثلا 80% هنقول 20% مش عجباني أرميها عشان العشرين لأ أنا عملش كده تمام أحاول عالج العشرين بس مش بس ما قولش نمو هتغير لأ مش هغير هم هيفضلوا فيها بس أنا هختار التمانين همشي مع التمانين وهتعايش مع العشرين العشرين بقى هشوف طريقة المعاملة الأنسب اللي توزبط العشرين دول بحيث ما يظهروش كتير في الحياة لكن ما قولش هغير لأ من فضلك يا جماعة محدش بغير لأ هتغيري في حالة واحدة مع تغييرك أنت برضو هيتغير الحدود معينة برضو حدود بس يعني ممكن العشرين يبقى عشرة بس مش هيبقى بستر هقولك مثال صغير كان فيه ناس أعرفهم واحد كان متجاوز واحدة وبعدين تجاوز واحدة تانية فعايش مع الأولى كتير جدا جدا يعني فاتجاوز التانية والتانية كانت هدية أوي وكلام من ده المهم عايش برضو معها سنين طويلة فالل من الجيران قالوا لها إيه قالوا للتانية يعني غريبة جدا ده نحن مكناش نسمع صوته ده كان الأولينية كل يوم علقة يا حول الله الفكرة في إيه الفكرة في إيه الفكرة هنا إنه مش معناه إن الأولى وحشة أنا مش هتهم الأولى بس ما فيش تجارس هي كبت عصبه هي من نرفيزية وهو عصبي جدا ما فيهموش بعض لا مش ما هي ما عرفتش تتعامل معي يعني ما عرفتش إنه هو نرفيز جدا فأنا المفروض إن أنا هدي أعمل كنترول في الوقت ده علشان لأ كبت أي أثناء الغضب بتصير الغضب أكتر فبالتالي كان بينفعل عليها طب ما عايش مع التانية مثلا 15-20 سنة عمره ممدي إيده عليها و15-20 سنة مش 15 يوم ولا مدة طوية جدا ده دليل على إن هي كانت بتمتص وقت الغضب أهو ده نوع من إيه اللي هو التكايف طب هي اللي عملت ده برضو التانية لإن هي كانت شايف إنه فيه مزايا كتير أي وإن ده عيب فيه فهي تجنسة مع العيب التاريخ وما فيش حدا هيبقى الفرز وما فيش حدا هيبقى 100% مفوش عيوب نرجع لإن هو عقلك في قلبك وقلبك في عقلك آه أنا هحطه كده أنا نهارده لو طب لو واحدة بقى العكس يعني إحنا قلنا إن اللي بتفكر بعقلها لازم تحط قلبها شوية تعمل حساب للقلب ما تهملش القلب خالص لا طبعا ما تقولش ده موصفاته تمام وتكمل وبعدين تلاقي نفسها تتعرض وخصوصا مع الفتاة تتعرض للخيانات الزوجية والسوشيال ميديا ويطلع لها واحد على هواها والشاطن شاطر بقى ونقض ما شاطر في إيه شاطر في إنه يعرف اللي أنت محتاجة إيه والدهول يلعب في الحتة النقصة يلعب في الحتة النقصة ويبعط لك حد في الحتة دي فاهمني طيب والراجل والبنت اللي برضو بتشتغل بالمشاعر بس أو الراجل اللي بيحد بس وما بيفكرش بنقوله من فضلك حط عقلك في قلبك يا برضو ما تسيبش نفسك للقلب بس أنا مطلوب إن أنا أتوازن ما بين القلب والعقل قلبي هنا وعقلي هنا ما ينفعش أروح أجري هنا واحد يجري واحد هيجري هترجح قوي وهيقع والتاني نفس الكلام لازم لتنين أكون ميالة للشخص وعندي قبولني وصفاته عجباني لكن مش كلها 100% عجباني أنا بس مش ضحكة على نفسي عارفة إنه في عيوب عارفة إنه طابعه كذا عارفة إنه ظروفه كذا مش هقولي نفسي أصله هيبقى كذا هي فكرة تغيي أيوة فكرة إنه هيبقى كويت أنا هغيره أنا هقدر عليه الفكرة دي بتهيألي هي السبب الطلاق لا وتتجوزه فقير مثلا وتبقى هي غنية وكذا وتقولك عيشة بعصورة هيقضينا والكلام ده وبعد كذا ترجع تقولك إيه أكيد أصل هو طموح فهيبقى غني لا مش هيبقى أنا ما عارفش الغيب أنت ابني على الواقع حضرتك صحيح ابني على الواقع هو الواقع أنه هو دلوقتي جايلك فقير تقبليه كده والتغيير ده بإيد ربينا قبل تعيشي في البيت الفقير ده وقبل تعيشي بالمرتب القليل ده وهتعرف تدبري أمورك وهتبقي راضية إحنا مطالبين يا جماعة في النهاية إن إحنا نلقى الله سبحانه وتعالى يعني إيه خالصين كده من الدنيا يعني الأصل وما خلقت الجن والإنس قلنا إيه هيعبدون قلنا إزاي مش صلا وسيان بس عشان عيش زوجة صلحة هيعبدوا إزاي إن أنا اختار اختيار صح فأنا أبقى فرحانة بالزوج هتعامل معاه بحب هيبقى بيتي مليان حب مش هيحصل المهازن اللي حصلت في كرونا والناس بيت عايزة تتطلق علشان قعدوا فوشوا معي عشان زهوا من بعض أيوة صحيح أيوة إن أما تفجأوا بالخصص دي طيب يبقى أنا هختار اختيار صحيح المفروض الأصل للنية أنا في النية عايزة تزوج واحدة علشان عايش معاة إن شاء الله العمر كله علشان هي هي عايزة تتزوجه علشان هو يبقى الزوج وأبو الأولاد وكذا وكذا يبقى أنا لازم أعمل كل كل ده أأسس بقى البيت أرمي الأساس يكون على أساس صح آه طبعا من غير أساس كأنك بنتي بيت من على رمل على رمل أيوة خلاص أول ما جات شوية ريح عواصف تحصل أي مشاكل في حياتهم يجي الواحد عوارد مثلا الاقتصادية عوارد مادية حصل أي عارض هز البيت أو أي ريح أو عاصفة أو اضطرابات واحد منهم جلوا مرض التاني ما يستحملش ويتطلق ويرميه ما هذا بيحصل ليه عشان ما خدش أساس ما فيش أساس صح لا فالص حصل حيك سؤال أنا أقف عنده بعد الفصل حيك تجاوبين عنه إن شاء الله في ناس كتير بتبرر الخيانة أن الزوجة أهملتني أو أن الزوج أهملني نجاوب بعد الفصل نرجع بعد الفصل الأستاذة جاوبين وعلى السعيل صد الحدث أهلا بيكم مرة تانية ولح توقفين عند سؤالنا للأستاذة في ناس بتبرر الخيانة الزوجية أنها سبب الإهمال والله بصي أنا هقول لحضرتك حاجة تاني هتكلم في نقطة مهمة جدا إن في حاجة اسمها ثوابت والأخلاق ما بتتجزقش صحيح وحتى يعني ما حدش يوعد يقولي تقولي الدين ومش الدين لا ده مش بس الدين والله حتى أهلينا زمان ما كانش التدين جامد يعني ولا أي حاجة وما كانش فيه خيانات اللي احنا بنسمعانها بالطريقة البشرة كان فيه ثوابت فعلا كان فيه ثوابت وفيه مبادئ ده خيانات بقت كمان دلوقتي بقت من الأقارب والأهل والناس اللي هم يعني مثلا خانها مع أختها خانها مع الصديقات يعني خانات بقت حاجة من نوع بشع يعني وحتى الواحد كان المتعرف عليه كان ده بن يقولك دي زي أختي أو ده زي أخي حتى ابن الجران ده كان يحافظ على على بقو نسبة ابن الجران الله يخليك أغنية ابن الجران أه أستنى فتكارت بقول كان ابن الجران دايما زمان والله كان يعوده يقولي ده خوكي وهو لا يمكن يعاكس مساً جارت عمر الواحد يعاكس جارت ده بالعكس ده ممكن يجي يقولك انزل معاها لحسن تشتروا حاجة لحسن ما بقولش ان ده صح في الدين أو لو لقاها شي لحاجة ياخدها منها ما بقولش انه صحك 100% كان في الدين ان هي تمشي بس أقصد كان فيه حتة انهما الاهلي بتربي ان دول عيب خلاص رايبك جرانك دول زي يختج بالزبط زي أخواتك يعني دي كانت نوع طبعا نزلة أغنية بنت الجران بالحاجات اللي انتم عرفينها وموضوع كبير يعني مش هينفع نفتح فيه كلام بس أقصد فيه المقابل بنزل إعلان لابن الجران بق نزل في رمضان ايه ده بق يعني احنا وصلنا لمرحلة يعني من بس من الجر بس المركز الأعلى لإعلان وقفة والله طب بايس عندها كده بحييهم في ناس طبعا نارجع بقى النقطة تانية يبقى أنا النهاردة عندي مبادئ أساسية هي اللي هتخليني أنا ايه همشي صح هل ده معناه انه الطرف الآخر مكانش له دور لا ليه دور بصي أنا دايما نقول الخيانات الزوجية ودي هنحتاج لها حلقة كبيرة يعني يعني مش هينفع تجاوبين على دي هجاوبك هجاوبك بس مختصرة ونعمل لها حلقة بحلقة الخيانة الزوجية أنا باعتبرها مسلس شركة فيه ثلاثة الخاين سواء كان الزوج أو الزوجة ده لازم يكون شريك والإدخان ده شريك والخانه من الطرف الثالث اللي بجي من بره الثلاثة شركة وليس يعني أنا باعتبرش فيه محد مبره أصدح هيك أن الثلاثة غلطانين ما فيهمش أحد مبره إلا في حالة واحدة لو واحدة فعلاً ماشي صالحة جداً وازدوك بقى إيه هو يعني هو مش كويس في حتة معينة يعني ده قصة تانية والله هيبقى برضو هي غلطانة في اختيارها يعني برضو نحن هنحملها جزء الخطأ لكن هيرجع بقى الجزء الغلط اللي هو الأولاني اللي احنا بنقوله في الاختيار اللي هو بنقول إن هي من البداية عجبها وقالت لك هغيره وهغيره وهو ممكن يبقى كويس وهو مش كده وهو اختارها مثلاً عشان تبقى كويسة صالحة وقعدة في البيت وهو يعمل اللي هو عايز نفس اللي احنا كنا بنقوله لكن أنا بعتبره مسلس شركة فيه ثلاثة ثلاثة معاكحة ومافيش واحد بريد فهنفترض إن الأساس مثلاً الراجل هو ما كانش راجل قوام صح وبالتالي الزوجة كانت بتحتاج عندها شوية احتياجات بتقوله عليها ده في المجمل يعني بتقوله أرجوك يهتم بي أعمل كذا أعمل كذا هو بيطنش على أساس إنه ما فيه مش ممكن تخونه بيروح داخل الشيطان الثالث يبخ السم يبخ السم ده الشيطان الأساسي ده الشيطان الأساسي لأن ده اللي عارف إنه داخل على امرأة متزوجة ده الأساسي يعني ده أو واحد داخل الراجل متزوج نفس الفكرة يعني هنا أو هنا يعني مأبوستي كل اللي بيتعمد يدخل يخرب يخرب بين اتنين ده مصبته سودة يعني يعني بدليل إنه هو من خبب امرأة على زوجه يعني ده لا يشم رائحة الجنة يشم يشم شمها صحيح خالص صحيح طيب يبقى الداخل الثالث ده لا يمكن يدخل بيت مقفول صح عصدك نحكم كل البخارج لازم والمداخل بتعديتنا لازم نحرر لازم لازم نحرر لازم نقفل نسد أبواب الشيطان لازم تقفل أهوانتي ينفع تسيبي شبابيكك واباكك مفتاحة وتنامي وتقولي ما دخل حرامي ليه لا طب ما هو لازم هيدخل لازم أعمل الجزئي دي طيب بيجي هنا بقى الزوجة اللي بتخون هنا في الموقف ده مثلا لو هي الزوجة يعني الشيطان بيقول لها إيه تخيالي بقى أنت المنطق الرهيب ده بيقولها ده ربنا عوادك يا حول الله عوادك بالحرام ربنا عوادك ربنا عمري من عب الحرام آه يعني شوف شيطانة هتقولك أنا حستني ربنا عوادني ونصرني عشان هو كان زللني فبعتلي واحد يحبني ويقولي اللي نفسي فيه عشان هو طول عمره حرمني من كلمة يحلق ده مثال يعني ده مدخل الشيطان طبعا الموضوع ده كان بيبقى خطير جدا جدا وده مش تعويض ده تلبيس إبليس اسمه تلبيس إبليس هو بيلبس عليك بيبرر لك الغلق بيبرره لك بطريقة منطقية أنت تحس إن هي كمان نعمة من ربنا إن هي كمان نعمة مش إن هي عادية دي نعمة إن هي نعمة من ربنا فطبعا إحنا آآ لازم الموضوع ده يتعمل له كنترول الكنترول هيرجع بقى بي إن إحنا لازم نتكلم في اختيار الزواج لازم نتكلم في إنه آآ دور الراجل إيه ودور المرأة إيه وإزاي يتجنبوا آآ التعرض للخينة الزوجية ومن أهمها النقطة اللي أنا كلمت فيها من شوية إن الاختيار أكون أنا مقتنع بيه مية في المية مش تسعة وتسعين ونصر عشان لما لقي حاجة أنا أقصى أدره لأ عشان بسدتها إلى أبواب الشيطان الشيطان مش عارف يقولي كلمة مش عارف يقولي ده ما بيعمل لكيش كذا صحيح لأ ما أنا عارفة آآ أنا عارفة من الأول حتى هقدر أعالجها برضو مع العمر وتيجي بقى نقطة تانية اللي هي العلاقة بقى ما بين الزوجين إنه لابد لابد من فضلك يا جماعة اسمع لزوجتك واسمعي لزوجك لما يقولك أنا متضايق منك في كذا ما تطنش ولما تقولك أنا مخنوقة منك من كذا ما تتجهلش تعتبرها جرس انذار جرس انذار خطير يعني خطير خطير جدا وللأسف شديد وصلنا لمرحلة برضو تانية إن أصبحت الخيانات عبر السوشيال ميديا آآ آآ مبرر قوي لإن أنا عيش عيشة شكلها الاجتماعي قدام الناس عشان ما بقاش مطلقة شكلها طبيعي وأنا للأسف يعني في علاقات محرمة وما حدش عارف بصراح حاجة صعبة يعني حاجة فعلا تزعل والله ده لأ إحنا بقاينا في حالة بشعة وللأسف والله والله أنا صدمتي كانت إن أنا شفت ناس محترمين يعني طيب إحنا كده برضو يعني محتاجين حلقات كتير بس أنا عايزين نقول طب سؤالي الحلقة النهاردة اللي وعدني بيستدى المشاهدين أي من الأشياء التالية تمنع وظيفة الجهاز العصابي المركزي تمام المواد المخدرة المواد الأفيونية مضادات الاكتئاب تمام الحقيقة برضو هتجمعوا الإجابات زي ما قلنا وبنبعاتها آخر الشهر التلاتين إجابة مع بعض وكان فيه شروط للمسابقة يعني هقول لكم عليها بصفة عامة كده بس بعد كده هنعزلها لكم على الشاشة إنه لازم يكون الإسم الثلاثي ولازم تكون الإيميل ورقم التريفون محتوط ويكون التلاتين إجابة مش هنقبلهم نقصيد تلاتين إجابة كاملين بنشكر حضرتك جدا يا أستاذة وكان في سنة نكمل ونتكلم أكتر عن الحق بإذن الله بإذن الله لنا لقاءات تانية بإذن الله إن شاء الله نورتين حقا شكرا شكرا كنت معكم إيناس كامل مرسي لكم جدا سلام عليكم